أهلاً بحضراتكم من جديد ومكمن طبعاً حلقتنا مع أبطال الريشة الطائرة البرالنبية وبالرحب بضفن الانضم لينا بطل أفريقيا كابتن عاطف عبد الكريم أنا بيكابتن عاطف أهلاً بحضراتكم منورنا بوجودك أنت أول ما دخلت الستوديو كده اديت يعني يعني زي ما بيقولوا يعني روح إيجابية لكل الموجودين الحمد للهما كلهم بيقولوا لي كده على فكرة شفت أنا ما قلتش حاجة بيجي لي أبطال كتير جداً يعني زيك كده طبعاً أنت بطل كبير الله يحفظك فاللي بيخش بيبقى عنده يعني طاقة إيجابية لكل الموجودين بيبقى باين حتى هو داخل وبيهزر وبيضحك وداخل ويعني فأنت عندك ما شاء الله نوه إحنا لو ما دناشي طاقة إيجابية دين لنفسينا إحنا مشا نعرف نشتغل فلازم لو فيهي طاقة إيجابية تبقى عندك وترسالها للآخرين كمان خلينا كلم عم بطول أفراق يا بطل أفراق فضل إنت لعبتها في أغندا الكلاس بتاعك اكتمل كان مكتمل صح؟ صح؟ طب اللعبتها إزاي؟ الكلاس بتاعي ما اكتملش فاندماجنا للكلاس الأعلى أبا ها بس الحمد لله ها ها خانون خانون عادي ها طب كنت كم واحد في الكلاس بتاعك؟ كنا تلاتة كلاس الأكبر كان حوالي 11 أخي برا بيض لا بس الحمد لله يعني الماديليا الدهب مخرجتش من مصري يعني الماديليا الدهب خدها زميلي كابت محمد حسن والماديليا الفضة في الفردي احنا خدناها فاحنا سيطرنا على الكلاس من تحت الفوق الله بل رغم أن انت بتلعب مع كلاس أعلى منك اه الحمد لله طب دي الفضة الدهب ايه؟ الدهب عندنا مدنيتين دهب واحدة في الضبل مع كابت محمد حسن زميلي واردو في النهو في النهو اه الحمد لله ظلمة بقى هتضلموها شايماء سامي طبعا البطلة الكبيرة. احنا بالحي شايماء طبعا مش معنا النهاردة. من حي محمد حسن كمان. ايوه. مش معنا. وهنخلي حداك تقول كمان اسماء المنتخبات. هنعرفت الاسامي منكم. بس في اخر الحلقة يعني هنستأذر حداك نقول كل كل الاسامي. طب تسمح لي يعني اعرض للسادة المشاهدين الذهب. يعني خلينا يعني بصوا يا جماعة دي المديليا. خلي يعني انا هفضل مسكها شوية كده. لغاية ما السادة المشاهدين يعني يشوفوها خلينا جيبها عشان اضاءة ايوه كده. حاجة يعني يعني فخمة جدا جدا. واكيد دي اكتر حاجة ممكن اللعب يعني يحبها. او يفضل متذكرة وهي المديليات الذهب والفضة. يعني تاريخ كبير ما شاء الله. طيب المديليا بقى البرونز دي ايه? البرونز دي كانت في بطولة اغندا الدولية. ودي يعني انا باعتبارها مديليا غالية جدا عليها. ليه؟ لان احنا كان مشارك معنا لعيبة من من دول العالمية كتير. نحي كانت مفتوحة. مفتوحة. كل دول العالم جايين. كان فيه كوريا وكان فيه ايطاليا وكان فيه اسبانيا وكان فيه استراليا. رفع لي. فالحمد الله رب العالمين. وفيه الهند. الهند دي طبعا من خطوة. طبعا. طبعا. العام المضرب هيك بالذات ريشة الطائرة والحاجات الهند جامدة فيها. فكوني انا خدت مديليا برونز في في البطولة الدولية. انا باعتبارها بمثابة مديليا غالية جدا بالنسبة لي. انا انت مش بسس ان يا مديليا. لا انت مين منافسينك. وبعدين احنا بنبص احنا كنا فين. ودلوقتي الحمد لله احنا بقينا فين. احنا دلوقتي لعبة مصر كلها بقت تبص على الرنك العالمي بتاعها. وصلنا الفين وهنتقدم ازاي وهنتطور ازاي. الحاجات دي كلها اللعيبة المصرية دلوقتي بتدور عليها. احنا كنا الاول في البداية خلص في الفين وسبعتاشر احنا كنا بس بنلعب عشان نشارك. انما دلوقتي انت بتلعب عشان تنافس وتسيطر على افريقيا. وبعدين انت بتدي تخش في المحافل العالمية كمان. انت رنكج كم دلوقتي دلوقتي انا اربعة وعشرين. ما شاء الله. الحمد لله. يعني طب خليني اتكلم عن بدايات في الفين وسبعتاشر. في البدايات خالص. ايه. ليه ريشة طايرة البرولمية. وابتديتها ازاي وحبتها ازاي. على اسمينا عيتلي من المدرسة. انت بقى. طيب احنا الريشة طايرة بالنسبة لنا. ما كانش حد يعرف عنا حاجة خالص. فابتدت في مركز شباب حدائل اوبة. مع زميلي كابتن محمود عطية. ده مدربي الاول. هو هو رقم واحد اللي علمني ريشة طايرة. نعم ما كنتش عرف حاجة خالص عن الريشة. فهو كان مدرب ريشة لولد زهني معاه اسمه معاز. فانا شفته بيلعب معاه فعجبتني. فمسكت المضرب. ابتديت لعب. لقيت الدنيا كويسة. يعني انا بعتبر نفسي مثلا اول واحد حركي. اول مضرب. اه. مسكته كان سنة كان. الفين وسبعتاشر. خبرة في الفترة القرائبة دي الله هو اكبر وسلتي لايه. ما شاء الله. الحمد لله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وموجود ناس كتيرة طبعا جدا. بداية من مدربيني في الاندية. انت كنت هتقول وانا عطاعتك اول واحد يمسك مضرب ريشة للمعاقين حركيا. يعني ياسمينا طبعا انقصار القامة. دي اول واحدة طبعا انما المعاقين حركيا. انا بعتبر نفسي اول واحد مسك مضرب ريشة طايرة في مصر. الحمد الله. ما شاء الله. ده ده فقر يعني والله. ده حقك. انت بتتكلم عن حقك وتاريخك. طب انت كراجل بطل. ابتديت. اه. وختاخط وخطوة لعبت في مركز شباب حدال اوبا صحي. طيب هل هو بيحتضن اللعبة فعلا ولا كنت بيمارسوها على مستوى الهواء. لا بيمارسوها على مستوى الهواء. واحنا بس اللي كنا بنمارس فيها. يعني ما كانش ما كانش اصلا فيها اسوياء ولا حاجة. احنا ابتدينا في المركز بالبرالين دي مع كابتن محمود عطية. لغاية ما اعرفنا ان فيه ايفنت يعملوا الاتحاد الافريقي. دي صورتك يا كابتن ها? اه دي صورت ده. كان في طولي تغند الدولة دي المديليا البرونزي بقى. طب قولي الابطال. معلش تقولنا الصورة دي شوية. هو طبعا اقولي على يمينك وش ملك مركز اول كمين. المركز الثاني اللاعب الايطالي. ده رقم ستة على العالم. انا والاسباني في المركز التالي. الله قبر انت وسط يعني يا وزماء اللعبة. الحمد الله يعني. عشان كده انا فهمت ليه انت حبيب المديليا دي. بس. اه. يعني انا عرفت انت النهاردة يعني ليه معتز جدا بالمديليا دي. بس ان شاء الله هتعتز بالمديليا اللونبية اكتر. بازنك يا رب. يا رب. بازنك رب. كله بتسهيل رب. ان شاء الله. طيب. اه بدأت تتدرج واحدة واحدة عمل منتخب مصر. ايوه بالضبط. اتخلت المنتخب ازاي? الاول كان فيه ورشة عمل او كان فيه كده تابع الاتحاد الافريقي. اه كان سنة 2017 كده. معلش انا هقطعك بس بس حلع السورة دي. طبعا ده كلاس من الكلاسات المختلفة. ايوه. بس طبعا شايفين الارادة يعني ده طرف صناعي. وعامل معلش جنب يمكن اسويق ممكن يعملوش. بس انا بدي مثل انه الاعاقة بتبقى اعاقة البناء ده من نفسه ومش اعاقة حركية. يعني تبقى نشوف الصور يعني. دي بطلتنا شايماء طبعا لما كانتش معنا النهاردة يعني هي معنا يعني بالصورة بس ان شاء الله هكون دفعتنا في حلع من الحلقات. وهي ده بعد مكسب مباراة طبعا في اوغندا. وصرخت الفوز والمكسب. اه. كابتل محمد شعبان. كابتل محمد شعبان. ما شاء الله الله اكبر. يعني كلها كلاسات مختلفة على حسب الحجم ودرجة الاعاقة. ولكن زي ما قلت لحضراتكم. الاعاقة ما شاء الله يعني يعني يعني. اه يعني يعني برضو درجة عالية من الاعاقة دي. ولكن ما ما وقفتهاش طبعا. ان هي تلعب زي ما حضراتكم شايفين و و و و و و و ارادة ودي بيتهلق برضو اه بتهلق برضو هنا دي قصر القامة برضو دي برضو يعني بيشارك واضح ان افريقيا كمان الموضوع توسع فيها كبير جدا جدا ده كابتن محمد حسن ده مين ده كابتن محمد حسن كابتن محمد حسن اللي كنا بيتكلم عنه من شوية ما شاء الله برضو عليه يعني واضح برضو اه اه طيب ودي برضو يعني ده هو بيلعب بزي عصايا خشب مع ارادة وشغل يعني والله اتعارف عن نفسي اتفرج على المتشاط دي والله بجد لو فيه لينك او حاجة هاخده منكو لان انا نفسي اتفرج ودي طبعا لوجو البطولة لان الحقيقة بتشوف ارادة وتحدي بشكل كبير طب خلينا بقى ارجع لرحلتك تاني وانستعرض بقى الصور وانحنا بديتكلم منتخب مصر بدأت زي امتى عرفت ان فيه منتخب مصر كوا هو ما كانش فيه منتخب مصر هو كان فيه الاول ورشة العمل بتاعت الاتحاد الافريقي دي فابتدوا يبعتوا للناس فكنا حوالي 17-18 واحد بس اللي ابتدنا نمارس وبعدين اتكون المنتخب في ملعب تريك في كيلو اربعة ونصف اه بالزبط كان وبعدين ابتدى الاتحاد يقول ان احنا هنبتدى نشترك في بطولة افريقيا اللي جاية 2018 وكنا عايزين بعض العناصر المميزة فكان كابتن زكريا عبدالقادر كان مدير الفني المنتخب وكابتن محمد عاطف المدرب العام في الوقت ده ابتدوا يشكلوا المنتخب وكنا حوالي 8 لعيبة رحنا بطولة افريقيا عملنا حوالي كان 16 مدينة او 18 مدينة اول بطولة كده اول بطولة باول بداية مشألوات 18 مدينة اه الحمد لله وكنا مميزين جدا وكان فيه الاداء بتاعنا طبعا ما كانش زي دلوقتي بس كمان الدولة الافريقية ما كانتش زي دلوقتي دولة تطورت 18 فرقة زي ما قال الكابتن طبعا بالضبط شاركه في البطولة اللي فاتت وبدأت بقى مع المنتخب بطولة افريقيا وبعدين اوغندا الدولية كان في نفس السنة والسنة اللي بعديها بطولة اوغندا الدولية وبعدين ابتدنا نروح بطولة العالم اول مرة نروح بطولة العالم كان في سويسرا سويسرا 2019 وبعدين بطولة افريقيا التانية بقى انا ما كنتش موجود فيها وتأهنا لبطولة العالم في اليابان وبطولة افريقيا اللي فاتت دي مع اوغندا الدولية سعيد بتمثيل منتخب مصر طبعا وده ما فهاش كلام يعني طب قلني انت على المستوى المهني بتشتغل انا شغال الحمد لله شغال في وزارة المالية في مصلحة الجماري ماشاء الله الحمد لله يعني ماشاء الله متعطل لك شريات على الشغل والله لا طبعا استحالة يعني انا لسه كنت بتكلم مع كابتن شابة انا شغال في العاصمة الادارية دلوقتي بخلص شغلي في العاصمة الادارية واطلع على مركز شباب حلوين اللي انا بلعب لي دلوقتي مشوار اه بس لازم اروح اتمر مش مشوار كبير اه انت ممكن بتاخد الدايلة بتطلع اه بس اه يعني صح بنطلع من العاصمة لمركز شباب حلوين عشان تبتدي تطمر كل يوم طب اجيلك عشان شاب يمكن يعني دور وزارة الشباب والرياضة او دور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة اه اكيد لها دور كبير كلمة عن دعمها ازاي الدكتور اشب صبح هل هو يعني يهتم شخصيا لنشاط البراليمبي هل البدجت سنتين تحطوها خاصة الاتحاد عندكم بيشرف على اللعبتين او النشاطين نشاط الاسوية ونشاط البراليمبي والادوات غالية جدا طبعا الادوات غالية جدا جدا الريشة نفسها غالية وبتتعمل بريش طبيعي وسعب بيبقى صناعي انا عارف القصة دي كويس ومذاكرها بس الدعم دعم الوزارة عامل ايه لا طبعا حركة بدلت اتذكرت الموضوع ده لانا طبعا احب اشكر الدكتور اشف صبحي وكل الوقلا اللي معاه والبسؤولين والمساعدين والناس كلها في وزارة الشباب والرياضة ان من اول يوم متأخروش علينا في اي طلبات لنا من كان دعم ان كان في اي مشاكل بتواجهنا بيزنلوها قدامنا كلها من الجالون بيشلوها ما فيش دعم الحمد لله طلبنا غير لما وصلنا من وزارة الشباب والرياضة حتى بيبقى فيه كل تلتة شهر بيبقى فيه اكتباع دوري مع الوزارة قادرة الوزارة وساعة وكذا مرة فيه دكتور اشرف صبحي بنفسه حضر لاجتماعات المناقشة متأخر عشان منقشة الخطة وينقش معنا بصفته كدكتور مش كوزير كمان وفراجل اكاديمي فاهم جدا وبينقش معنا الخطط ويشوف هنوصل فين احنا فين وقفين عن حتة وعايزين الخطة بتاعتنا جاهة هتوصل لغاية فين الرؤية بتاعتنا للفترة القادمة المعاقات قدامنا وبيحاول يزلل هنا الفلوس البوضجت اللي احنا عايزينها للخطة ديت بنحاول برضو بكل السبل بيحاول يوفر هنا بيبعتنا على الاتحاد كل الامكانيات حتى امكان ادوات امكان دعم مالي امكان حجز صلات للتدريبات امكان كل كلام ده لا الحمد لله الوزارة بتدعم كل قوة في الموضوع كلام ده بيسعدنا اكيد بيرسرح يعني لما بلاقي دعم بالشكل ده واحساسي يعني بالجهد اللي بتبزله من الدكتور اشرب صبيع اكيد ده حاجة يعني اكيد تسعدنا بس خلينا اتكلم برضو فيه الرعاة مش هنقول اسامي رعاة هل بدأتوا تكتزبوا مجموعة من الرعاة لان طبعا دور الدولة مهم ولكن ده لا يمنع ابدا ان يكون فيه رعاة فيه شركات كبرى بترعى الاتحاد هل وسلط الحتة دي ولا لسه لا احنا لسه يعني بنحاول نسع عليها طبعا مع ابطنة بترويج لابطنة اللي هم بالمديرات اللي جايبينها بالمجهود والحاجات اللي معمولة كلها في الاتحاد بالنتايج بالنتايج بالخطة باقامة البطولات الدولية في مصر زي بطولة مصر الدولية اللي مقامة بالا دي تامن نس غالية مقام كل سنة في شهر عشرة بطولة افريقيا اللي جاي وعندنا بطولة افريقيا الحمد لله احنا كان قدامنا اسوياء ديها تتعامل ان شاء الله في شهر اتنين ديها احنا الحمد لله دخلنا بالملف وكسبنا رقم واحد كمين بنفسنا في الملف موريشيوس وجنوب افريقيا بس فوجنا الحمد لله الحمد لله باتسح جنوب افريقيا عندها برضو بنية تحتية في الريشة كبيرة يعني يعني الحمد لله بس ما فيش بنية تحتية موجودة في افريقيا كلها زي مصر ممكن خطوط انترنت كان صلاة ارضيات ده اللي بقوله والله دايما فنادق اقامة مواصلات اوتوبيسات امكانيات ما فيش بنية تحتية موجودة انا الحمد لله كنت لعيب وسافرت عبوض مجلس دارة ما فيش بنية موجودة ولا صلاة وامكانيات موجودة زي مصر صحيح الحقيقة يتقال ويمكن احنا بقوله والله ده حقيقة لان انا حتى كنت لما بسافر زمان مع المنتخبات وكنت بسافر مع النادي كنت بتمنى ان نلاقي في مصر بنية تحتية زي اللي بشوفها في اوروبا وبشوفها في دول آسيا النهاردة ده انا بفتخر الحقيقة في بنية تحتية الموجودة والصلاة اللي بتتعامل ده لسه عندنا ثلاث صلاة التي تتفتح في العاصمة الادارية حاجة جبارة ومش بس صلاة وعندك مدمار وعندك ملاعب ورماية عندك بنية تحتها في العصام الادارية قصة تانية مدينة علمبية كمانة اللي تبنى مدينة علمبية كمانة طبعا اللي تبنى في مصر مثلا في السينية اللي فانت دي كلها لا يقارن باللي تبنى النهاردة في العصام الادارية وكل اللي انت عايزه هيبقى جنب بعد يعني فيه حاجات بدأت تشتغل وفيه حاجات انا شفت صور كمان بس طبعا حقيقة ما نقدرش ننشرها ولكن صور شفتها جوه الصلاة حاجة مفخرة بأمانة فانا كنت محلم من الايدة في مصر هناردة هو موجود دوركو كالتحادات تستغلوا بقى الكلام ده وانتم مستغلين بصراحة كالتحاد ريشة الطائرة وراحين بها المكان طيب عايزة اتكلم على الجانب الاداري قبل ما اروح طبعا لبطالنا كابتن عاطف اشانا اكلمه على روت وباريس جانب الاداري احنا دلوقتي محتاجين كوادرنا كمان تروح في يعني حداك نائب رئيس الاتحاد العربي دي حاجة تساعدنا مين عندنا من الاتحاد كمان ممكن يدخلوا في الاتحاد الدولي في اللجان مين عندنا من الحكام اتحاد الافريقي عايزين نوصل بقى للمناطق دي ونحاول نكون موجودين زي زمان عندنا حد وهل فيه خطة في الاتحاد كده؟ اه الحمد لله لسه كان من الاجتماع اللي فات برضو زي دلها نائب رئيس الاتحاد العربي اه الحمد لله برضو نائب رئيس الاتحاد البحر المتوسط ماشاء الله حاجة تساعدنا الحمد لله عندنا كابتن هشام التهامي اللي كان رئيس الاتحاد السابق في الدورة اللي فاتت الحمد لله لسه من شهرين برضو في انتخابات الاتحاد الافريقي يكسب عضو الاتحاد الافريقي براو عضو مكتب التنفيذي ولا عضو الاتحاد عضو الاتحاد الافريقي والمكتب التنفيذي ونائب الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد الأفريقية عن المنطقة الشمالية في أفريقيا ماشاء الله الزون بتاعت شمال أفريقيا الحمد لله عندنا برضو زمائلنا في مجلس الإدارة السيد محمد المشهر محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري هو نائب رئيس الاتحاد البورا العربي السيد محمد كمال فإحنا الحمد لله في خطوات خطوات كتيرة بندعم بها للي احنا برضو ننتشر في الاتحادات عشان اسم مصر وده برضو اتجاه لازم لازم يمثلوا مصر في المعظمات الدولية عشان ده أكيد بدي ثق لمصر في مجالات كتيرة هرجع لبطالنا كابتن عاطف عبد كريم روتو بارست عشرين اربعة وعشرين هتوصلوا ازاي بالنسبة لي أنا الموضوع هيكون صعب شوية بس احنا كاتحاد وكلعبين احنا كلنا صبرت لشايماء سامي ولياسمين عيسى لان هم دول اقرب اتنين هيوصلوا للبارالوبيات طب ليه طريقك صعب؟ ليه طريقك صعب؟ عشان احنا شروط التأهيل بالنسبة للبارالو في أفريقيا صعب شوية يعني في تينس طولة مثلا احنا بياخدوا رقم واحد في الإفنت من القار اه بياخدوا رقم واحد في الإفنت ماشي ده كويس احنا بقى في أفريقيا بياخدوا لاعب واحد ولعب واحدة من كل القارب من الست ده ظلم ده بصراحة اهوه ده اللي حاصل احنا دلوقتي بندور على قرب ناس ان هما يوصلوا لبارالوبيات وده هيكون مكسب لنا كلنا طبعا بس هنا انت اشرت النقطة مهمة جدا انت طريقك صعب مش عشان الموضوع لا عشان انت الفير يعني افريقيا ما كانش اللعبة منتشرة فيها فكان حستها ضعيفة جدا بس النهاردة مع تطور مستوى أفريقيا ده وده الكلام اللي مكنت تقوله لازم قالينا كوادر جوال اتحاد الدولي عشان توصل الصورة دي ويمكن بعد ما ييجي مركز التنمية اللي يتفتح في مصر بعد ما قال ضيف طبعا العزيز كابتن شهاب ممكن ده يلقى لي انتباع مش لباريس عشرين عشرين يبقى الباعد يبقى لباريس يبقى لسه اللي احنا بنسعال اللي احنا بنحاول نوصل للاتحاد الدولي ان التمثيل القاري بالنسبة للأولمبياد ده مهم جدا ولازم يبقى فيه تمثيل من كل مسابقة لكل قارة بس ده زي كل الألعاب في الدنيا يعني كل لا من كل إفنت يبقى كده ده ده طبيعي فطبعا اللي حصل دلوقتي انه مش هو ده اللي موجود فانت ما ينفعش اللي انت بقى ما تدعمش زميلك يعني لا ده بالعكس ده انت تبقى دائم لهم وده عميون اللي يمقوي كمان انه هما يوصلوا لبريس ويعملوا حاجة طب اقول لك على حاجة انت عارف اين اللي ممكن يبتح لنا الطريق ان احنا يبقى لنا تواجد كأفريقيا في البرالينبي في الريشة الطيرة نتائج اللي بتتعامل في البطولات الدولية المفتوح يعني البطولة زي انت عملتها اوغاندا دي ويقوفك على المنصة ده يخلي تحدي دولي كله يشوف ان مصر لو برضو روحنا بطولات كتير ومصرين كتير غازوا الموضوع هتلاقي يقول لك لأ طب ما نزود الحسة الكوتى بتاعت أفريقيا وهيبقى احنا لدينا نصيب الأساتي خاصة ان احنا صحيح ابطل أفريقيا صحيح فانت ليك دور على فكرة مش بس دورك ان انت تتاهل لا انت ممكن تفتح الطريق لنفسك ولغيرك على مدارة الاربع سين جايين مدارة اللي احنا ما هو هيقول بقى طب سريعا كده عشان فضل لنا دقيقة اه ان شاء الله في خطة طبعا موضوع عشان طبعا باللعيبة ومشاركة فيها عندنا بطولة العالم بإذن الله عندنا بطولة مصر الدولية البارة اللي هتعمل في مصر كله هيشارك ان شاء الله بإذن الله فيها بأكبر عدد ممكن هننزل فيها في بطولات دولية لسه بتتنقص جوات خطتها وإمكانياتها والدعمة حوصل فائي لو كده إن شاء الله بإذن الله ممكن يشاركوا فيه يعني فيه خطة بوضوعة وبنشرين عليها وبتتغير يعني على حسن متغيرات كابتن شهاب أنا بشكرك شكرا جزيلا على الاتحاد المصري ولا على الاتحاد العربي بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني وكل التوفيق لريشة الطائرة شكرا لحظتك جدا كابتن عاطف كعب كريم بطل أفريقيا في ريشة الطائرة البراليمبية ولجم مصر وأحد الأبطال الكبار جدا نورتيني وشرفتيني شكرا لحظتك وشكرا لقناة النادي الأهلي طبعا على الاصطوافة الجميلة نورتيني أعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهاردة عن البراليمبي ريشة الطائرة وشفنا دي الجهد المبزول شفنا أبطالنا حطينا الدوق عليهم ودي مش هتبقى آخر حلقة اللي لنا معهم الحقيقة كل ما هيكونوا موجودين وكل ما هيكونوا ليهم جهد مبزول هيكونوا أكيد يوفنا في برنامج الأبطال أشكر حضركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأبطال